في هذا الشهر اللي إحنا فيه أيار 2024 رح تطلع تلقي كلمة التخرج في جامعة جنوب كاليفونيا الطالبة المتفوقة أسنة بسهم مش هون القصة مطول عمره الطالب المتفوق بيطلع بيلقي كلمة الخريجين بس القصة إنه هذه الطالبة مسلمة ومن أصول أسيوية رح توقف قدام 65 ألف واحد وتقرأ عليها خطابهم يا سلام محل العدل والمساواة عاشت أمريكا يا أخي صحيح إنها بلد استعماري إمبريالي وكل اللي بدك إياه من هذه الكلمات الصعبة بس ديمقراطية يا أخي ديمقراطية بس بدي أبشرك هاي مش نهاية القصة في تحول الدرامي صار متأكد أنه رح يعجبك خليك معي أشرح لك إياه أنا أمجده وسيدو وهذا هو الشارع في 11 من الشهر الماضي نيسان منظمة اسمها طروادة لأجل إسرائيل بتنزل على حسابها على إنستغرام بيان بتقول فيه إنه الجامعة أعطت أعلى وسام شرف عندها لطالبة بتروج علناً لخطاب معادات السامية فيش أيام يا جماعة إلا الجامعة بتقول لي تبسهم يعطيك العافية عشان السلامة العامة مضطرين يعتذر منك وهيك بكل سهولة بتستجيب الجامعة لبيان طروادة وبيعمل هذا القرار شوشرة عن طلاب الجامعة فبيحتجوا عليه والمفروض والمنطقي إنه إذا استجابت الجامعة لضغط بيان فالأولى إنها تستجيب لضغط طلابها على الأرض وتتراجع لكن الجامعة بتضحي بتقليد ماشية عليه من عام 1942 بتخيلين؟ مقابل إنها ما تزعي الإسرائيل فبكل الطلاب هي مطولة معكم كل الحاف الملغي وكل واحد يلا كل واحد عضاره هذا التوتر والارتباك من تأييد فلسطين اللي صاب الجامعة ومن خلفها المنظمات الإسرائيلية صايف في الوقت الحالي حدد ميح من الجامعات الأمريكية ومش أي جامعات الجامعات العريقة والنخبوية هذا الارتباك يا جماعة قصته حلوة حابب قبل ما أحكي لكم إياها وأشرح لكم أسباب والمؤثرين فيه خلونا نشوفه قد كان العقد الذي أبرم الله مع إبراهيم واضحا جدا إذا باركت إسرائيل أباركك وإذا لعنت إسرائيل ألعنك ألا تعرفين كل هذا؟ لقد عرفته الآن بعد شرحكم هل تريدين أن يلعن الله جامعة كولومبيا؟ هذا يا سيد العزيز في يوم 17 من الشهر الماضي بتم استدعاء رئيس جامعة كولومبيا السيدة القديرة نعمة شفيق عشان تحضر جلسة لمجلس النواب الأمريكي ليش؟ عشان يقولوا لها أنه عندك في الجامعة في طلاب وأسادثة بيدعموا فلسطين وبأيدوا مقاومتها تحت عنوان عريض محاربة معادات السامية في الجامعات الآن الوظيفة الأساسية من هيك جلساتها عادة يا جماعة هو تخوف الشخص إنه إذا ما بتستجيب للعقيدة اللي بنأمن فيها وشغلين عليها رح يتم إقصائك وفصلك من رئاسة الجامعة زي ما صار مع اللي قبلك رئيس الجامعة هارفرد ورئيس الجامعة بنسيلفين اللي صارت قصتهم قل لك كم من شهر؟ على أي حال رئيسة الجامعة اللي اسمها وأصولها عربية بتوافق على كل اللي بيقولوه وبتحكي زيهم إنه هذا الحراك المؤيد لفلسطين بحرر على اليهود والشعارات اللي ترفع فيه زي من البحر إلى النهر هي معادة للسامية بس دكتورة الاقتصاد كانت حاجزة عن الإجابة عن أبسط الأسئلة تفعل إي ada مادتي مسلمون في conversще ترادي ترادي تويح يهدو أية تمام سريعية لع Ethan لا ترادي ترادي تهدا متحست بمرة لي لدي أنا ش PEACE عين عمية 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 إلى 了 هم عمية عميية عمية 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 يوم هل قمت بشأنك مجموعة جديد؟ هل قمت بشأنك مجموعة جديد؟ لا، لقد رأيتها حسنا، شكراً لك على التعرف زينه يحددوا لهم أيام الاحتجاج وأوقاته ويلزموهم يقدموا على طلب عشان يطلعوا تصريح للتظاهر فالدكتورة نعمة قالت لشرطة نيويورك يلا كل واحد يشوف شغله وفي هذا اليوم لحاله اعتقلت الشرطة من ساحة الاعتصام مئة طالب وطالبة بعد ما شنت حملة واسعة من القمع ومن هذه اللحظة قدمت السياسة الأمريكية القمعية من حيث لا تدري دفعة رهيبة وغير شكل للاعتصامات الطلاب المحتجين قبل 18 شهر كانت مطالبهم وقف الإبادة عن قطاع غزة وقف الدعم الأمريكي السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل وقف جامعاتهم لأي تعاون مع الجهات الإسرائيلية بس بعد 18 شهر انضاف مطلب على هذه المطالب كان كفيل بإنه يستفز شريحة واسعة من الطلاب والناس للانضمام للمظاهرات اللي هو حرية إنه نعبر عن الرأي اللي بدنا إياه وبالطريقة السلمية اللي بنشوفها إحنا مناسبة هذا الثبات على الموقف السياسي وردة الفعل القمعية عليه خلت كرة الثلج في الجامعات تدحرج بشكل غير مسبوق إحنا اليوم بنحكي يا جماعة أكثر من 58 جامعة أمريكية من أهم الجامعات بتقود احتجاجات قوية داعمة لفلسطين ومنددة بالاحتلال بعد ما كانت مقتصرة على كم جامعة وفي الأسبوع الأول بس من هذا الحراك اللي دخلنا في أسبوع الثالث طلعت أكثر من 8000 مسيرة مؤيدة لفلسطين في أكثر من 850 مدينة أمريكية وبهادي الأيام اتعرض المتظاهرين للضغطات كبيرة آه ضغطات الجامعات مثلا استخدمت العقوبات الإدارية للطلاب والأساتذة ومنها الفصل من الجامعة الفصل من الجامعة مش بس للطلاب كمان للأساتذة وفي جامعات سكرت بوابها وحولت التعليم للأونلاين أما الأمن الأمريكي فقمع الطلاب بالهروات والكلبشات واحتقل خلال عشرة أيام بس 900 متظاهر رقم مش بسيط يا جماعة 900 متظاهر لهيك الطلاب بيقاتلوا حرفيا على بقائهم في الشارع لدرجة أنهم بوصفوا ساحات الجامعة اللي ثبتوا فيها خيامهم بالساحات المحررة وهذه القوة اللي بتمتلكها الحركة الطلابية في أمريكا أجبرت إدارات الجامعات على التفاوض مع الطلاب اللي ما بيشتغلوا بشكل عشوائي بالمناسبة وإنما بينطظموا داخل أطر طلابية أبرزها طلاب من أجل العدالة في فلسطين اللي بتمتلك أكثر من 200 فرع إلها في جامعات أمريكا السؤال هو كيف هذه الاحتجاجات طلعت وبلشت هيك فجأة؟ بطمناك ما طلعت فجأة من أول الطوفان وهذه الاحتجاجات والدعم لفلسطين مستمر بطلعوا بنزل نعم زي وزي أي شيء تاني بس لازم نتذكر أنه مع أواخر الـ 2023 طلع في أمريكا أكثر من 690 ألف متظاهر دعماً لفلسطين كان الطلاب جزء أساسي منهم وبعيداً عن الشارع كانت كمان الجامعات الأمريكية من اللحظات الأولى وتحديداً الجامعات النخبوية الحكومية والخاصة ما يدين لاحتجاجات الطلاب المناصرين للقضية الفلسطينية وكان الحراكة الطلاب حريص على أنه يستقطب شرائح واسعة من كل الأديان والأعراق والطبقات وكانت الحركات اليهودية مكون أساسي فيها وحشان يحافظ الحراكة على استمراريته كانت بتنظم فيه فعاليات فنية وثقافية وبتم فيها التوعية والتثقيب بالقضية الفلسطينية وكل هذا يا جماعة ما كان يمر مرور الكرام الطلاب كانوا بتعرضوا للتضييق من جامعاتهم غير الاعتداءات من إسرائيليين أو أمريكان مؤيدين لإسرائيل اللي أطلقوا عليهم النار وحشهم بمواد كيموية لهيك الاحتجاجات اليوم ما يجت فجأة يجت استمرار ومراكمة على جهود سابقة ولكن نقطة الاشتعال فيها كانت مع قرار إدارات الجامعات والمستوى السياسي الأمريكي بالاستخفاف بالحركة الطلابية وبحقها بالاحتجاج والمناصرة ومثلة الطلاب في جامعة كولومبيا حكت بهذه النقطة أنه الجامعة بتقلل من تقدير الإرادة اللي عند الطلاب وهذا اللي أكد عليه الطلاب نفسهم أنه الجامعة شكلها بتفكر أنه ما عنا القدرة نحافظ على إرادتنا وزي كأنهم بيقولوا أنه الجامعة بتعول على أنه نفسنا قصير وهذا اللي راح يشوفوا عكسه تماما لآن حيجيني سؤال ليش شفنا هذا التجاوب الكبير يا شارح من الطلاب تحديدا أكثر من أي شريحة تانية كلامكم صحيح هذا التجاوب والتأييد يمكن يساعدنا في معرفة حجمه الطبيعي والحقيقة الإحصاءات في الشهر الثالث من طوفان الأقصى كان 51% من الشباب الأمريكي اللي أعمارهم بين 18 و 24 بيشوفوا أنه حل القضية الفلسطينية فيه إنهاء إسرائيل وتسليمها لحماس والفلسطينيين يعني ليش بس إنهاء الاحتلال وكمان تسليمها لحماس وهدول نفسهم بيشوفوا أنه هجوم السابع من أكتوبر كان مفهوم ومبرر وهيك مقولة بتحتاج لمعرفة كويسة يا جماع بالقضية الفلسطينية لما بتيجي هيك يعني عابرة والأهم لوعي سياسي بيقطع مع المظلمة التاريخية اللي بتعيش عليها إسرائيل وهذا ما سبق وشوفناه في المجتمع الأمريكي والدليل إنه كل ما طلعنا بالأجيال الأكبر راح نلاقي المواقف تدريجيا بتختلف فالنسبة 51% بتنزل عند الأعمار بين 25 و34 إلى 48% لكنها بتنخصف خسف عند الأعمار الأكبر فاللي أعمارهم بين 55 و64 89% منهم عارضوا هجوم السابع من أكتوبر بينما وسطت النسبة لـ 91% عند اللي عمرهم فوق الـ 65 سنة هذه الإحصاءات اللي بتحكي عن دعم هذه الشريحة العمرية اللي بتضم جيل زد وجيل الألفية لفلسطين بنسبة كبيرة هي نفسها يمكن حملها على الشريحة العمرية المشاركة اليوم بقوة في الاحتجاجات الطلابية طيب شو التغيير اللي صار مع هدول حتى يطلعوا غير عن الجيل اللي أكبر منهم التفسير الأول خلينا نختزله بمصطلح ذاكرة الأجيال مدير جامعة كاليفورنيا وأحد مراكز الدراسات الإسرائيلية دو فوكسمن بيقول إنه كل فئة عمرية عندها ذاكرة مختلفة عن إسرائيل الجيل الكبير مثلا جاي من زمن اللي فيه كان بيشوف بإسرائيل إنها قضية انتصار اليهود اللي أحرقوا مع النازية في ألمانيا وبالتالي بنظروا لها على إنها ضحية كافحت للوصول لتحقيق الدولة من خلال حروب خضتها انطلاقا من 48 مرورا بـ 67 وصولا للـ 73 فيفتن اللي هو هذا الجيل الكبير بهذه التجربة وبعيدا إنه هذا تبرير للأشخاص اللي بوقفوا مع الباطل بغض النظر عن أي شيء تاني إسرائيل أتقنت باحترافية دور الضحية لكن إجا الجيل الجديد اللي هو جيل الألفية واللي يمكن نعتبر إنه معه بلشت إسرائيل تخسر جاذبيتها فبأذهان هذا الجيل هي الدولة المتغطرصة اللي بتمتلك كل أسباب القوة وبتبطش براحتها ومحدش بيقولها وين رايحة وبقديش وليش وعي هذا الجيل على الانتفاضة التانية وكبر على حرب غزة عام 2014 واللي تزامنت مع اندلاع احتجاجات في أمريكا بسبب إطلاق الشرطة النار على رجل أسود أعزل بقول واكسمن إنه بهديك الأوقات كان الأمريكان الفلسطينيين قادرين ينصحوا الأمريكان الأفارقة كيف يتعاملوا مع الغاز المسين للدموع وهذا كان إشي قوي رمزيا وبيشاركوا في هذا الرأي مجموعة من الباحثين واكسمن نفسه بيخترح تفسير تاني واللي هو مسألة التدين في المجتمع الأمريكي وبيقول إنه هذا عامل رئيسي في الوقوف مع إسرائيل أو ضدها فالجيل الكبير بالعمر جزء من تأييده لإسرائيل هو إنه مسيحيته بتدفعه لهذا الاستفاف كنوع من أنواع الكفارة عن الاضطهاد اليهودي من قبل المسيحيين ولإيمانه بمسألة الأرض الموعودة لليهود وكل هذا الكلام اللي احنا بنعرفه أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة تافتس إيتان هيرش بيتطلع على الموضوع من زاوية ثالثة من زاوية اليسار الشاب اللي بيشوف الصراع على إنه انتفاضة الفلسطين الملون ضد ظلم الإسرائيل الأبيض شبيل تلحمي أستاذ أنور استادات الاستلام والتنمية في جامعة ميرلاند بيقول إنه سعود ترامب ودعمه لإسرائيل عزز من هذا الاتجاه اليساري قال الناس نحن نكره ترامب ترامب يكره المسلمين لذلك نحن نحب المسلمين التفسير الرابع بتشير رئيله الزميلة غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط دان الكرد هو رأيي الشائع نوعا ما إنه المسألة في انخفاض دور وسائل الإعلام الرسمية وبروز منصات التواصل الاجتماعي الكبار بالعمر لساتهم بياخدوا معلوماتهم من القنوات الرسمية التقليدية واللي عمليا بتسوق للدعاية الإسرائيلية زي ما شوفنا في بداية الطوفان كيف شوهوا صورة مقاتلي المقاومة في غزة تهمهم باغتصاب النساء وقتل الأطفال ومخلوش ولا معلومة سيئة أو صورة وانطباع سيئ بياخد معلوماتهم من السوشال ميديا وتأييد اليوم جيل الشباب للقضية الفلسطينية واعتمادهم على منصات التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي للمعلومة بيأكدوا تطبيق زي التيك توك اللي هي هاشتاك أقف مع فلسطين تمت مشاركته 3 ملايين مرة بينما هاشتاك أقف مع إسرائيل تمت مشاركته 39 ألف مرة بس ويمكن الإش الأبرز كتفسير ليش طلاب الجامعات لأنهم يا جماعة الشريحة الأقدر على مواجهة المعرفة اللي ورثوها عن أبائهم هم الأشعى على تغييرها أو القطع معها واستبدالها بالحقيقة الواضحة وفوق هيك هم الأكثر تحرراً من أعباء الحياة وقواعدها وهذا بيخليهم يترجموا المعرفة اللي اكتسبوها لفعل احتجاجي على الأرض الحراكة الطلابية في أمريكا هو ميش بس نتاج مراكمة للفعل الاحتجاجي هناك هو قبل كل إشي نتيجة صمود مقاومة الناس في غزة ومقاومة المقاتلين في ميدان المعركة ومقاومة السياسيين على طاولة المفاوضات هو نتيجة أن الحق وإن كان ضحية لحرب إبادة وطواطع عالمي هو حق قوي ومقنع وعزيز والجيل الجديد يا جماعة بتفرق معه هذه الأشياء اليوم الطلاب المناصرين لفلسطين في أمريكا بواجه جيش من المنظومات والمؤسسات مؤسسة الجامعة، الشرطة، الدولة، البنى التقليدية، اللوبيات الصهيونية الكل بيحاول يكسب أي شيء في معركة الأجيال اللي خسرها الاحتلال الكل اليوم بيعمل على إعادة ترتيب العلاقة معها هذا كله بيخلي فعل اليوم مهم ومهم جداً بدك تسألني قديش رح يغير من سياسات والعلم عند الله مش كتير لكن مش قليل بالمرة أنه يغير في مواقف جيلي بأكمن ومن قضية كانت قبل أشهر بحضرولها النعيش عشان يروحوا فيها على المقبرة بس برأيكم لو يعم ممكن يتوصل مع هذا الجيل وشو ممكن اللي سيطلع منه شاركوني رأيكم بالتعليقات واترحوا لي موضوع حلقة الأسبوع الجاي من الشارح والسلام